لتعزيز سبول تنويع وتطوير الأفكار في مجال الثورة الصناعية الرابعة وآليات تنظيم التعليم والتدريب نظمت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فرع مسقط النسخة الرابعة من الملتقى الوطني الطلابي للثورة الصناعية الرابعة بمشاركة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والطلاب من مختلف مؤسسات التعليم العالي كمشاركة أيضا عدد من المحاضرين الدوليين كثير من المشاريع الطلابية التي تتم خاصة مشاريع التخرج وكذلك مشاريع ممولة من مجلس البحث العلمي وأيضا من جهات خارجية يتم عرضها هذا اليوم هنا لدينا مشاريع عديدة متعددة من مختلف الجامعات والكليات في السلطنة وحقيقة هو من الجيد أن تشوف الإنتاج المعرفي الموجود عند الطالب موجود معنا اليوم هنا وهذا يعطي كثير من الحماس والدافعية لطلابنا تضمن برنامج الملتقى العديد من وسائل المعرفة الحديثة بنظرياتها وتقنياتها المعتمدة على البحث العلمي لتطوير التطبيقات في مختلف مجالات المعرفة بما يخدم العملية التعليمية وذلك من أجل موكبة التغييرات الحاصلة في هذه العلوم وبما يساهم في بناء الاقتصاد والتنمية الاجتماعية هدف مشاركتنا في هذا الملتقى هي تقربة شي قديد ونحصل دعم نحديد عن مشروعنا أو تطبيقنا مشروعنا عبارة عن صيدلية إكترونية الفكرة بشكل عام أن الممرض لما يروح للصيدلاني الممرض لما يروح للدكتور يكتب للأدوية الأدوية توصلت في تليفونة على شكل كود يروح عند الآلة هناك مصمين آلة تحتوي على جميع الأدوية والأجهزة يحطها ذاك الكود في الأدوية وعلى طول الأدوية تجهز لها المشروع بشكل هادف ويعد الملتقى الوطني الطلابي للثورة الصناعية الرابعة وسيلة مفتوحة بين الطلاب والمشاركين لتقديم أوراق بحوثهم ومشاريعهم ومناقشتها من قبل المتخصصين في هذا المجال إلى جانب عقد حلقات عمل متخصصة وكذلك استعراض الشركات المشاركة حلولها التعليمية والأكاديمية ومجال ريادة الابتكار